الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته روى الإمام مسلم عليه رحمة الله في صحيحه في كتاب الفتن من رواية أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من نبي إلا وأنذر قومه الدجال وإن نوحا أنذر قومه الدجال ولكني أحدثكم حديثا ما حدثه نبي قومه ألا وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وجاء أيضا في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من فتنة منذ أن خلق الله تعالى آدم إلى قيام الساعة أشد من فتنة المسيح الدجال وجاء أيضا في البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا تشهد يستعيذ بالله تعالى من أربع فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وجاء في صحيح مسلم كذلك من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بادروا بالأعمال ستا وذكر منها المسيح الدجال هذه الفتنة كما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام من أشد الفتن فتنة المسيح الدجال والمسيح الدجال هو رجل من بني آدم خلقه الله تبارك وتعالى فتنة للناس وعلامة من علامات الساعة الكبرى كما قال الله عز وجل فهل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فهل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراتها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكرهم في سورة القتال فمن أشرات الساعة ومن أماراتها ومن علامات الساعة الكبرى ظهور المسيح الدجال هو من بني آدم وكما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام في صحيحة الإمام مسلم قال إنه شاب قطط شاب أول حاجة ما كبير شاب والقطط هو الذي له يعني جعود في شعره وجاءت في رواية جفال الشعر شعر فيه جعود ومتفرق وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ممسوح العين اليمنى وفي رواية أنه ممسوح العين اليسرى وجاءت في رواية أن أهد عينيه طيفئة والأخرى ممسوحة وهي ناتئة كأنها عنب وصف غريب جداً وهذا أوصاف الدجاجلة على مدى الأزمنة دجال دائماً بتلقى شكله غريب وجاءت في روايات أنه أفحج والأفحج هو المتباعد ما بين القدمين مع إنحناء في الركب الأقدام متباعدة كذا وفي نفس الوقت في إنحناء في الركب وجاء في بعض الروايات أن عليه دفع والدفع إنحناء في الظهر مع نتوء ظاهر في ظهره شوك ذلك شكله كيف بالله منحني الظهر وفي نتوء ظاهر في ظهره فوق كذا طالع ذلك شكله غريب قبيح قباحة عجيبة خلاص وذكر النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم كذلك من رواية النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه أنه خارج خلة بين الشام والعراق والخلة كما ذكر الإمام النووي هو الطريق بين جبلين ده المكان الذي يطلع منه بين الشام طريق بين الشام والعراق قال فعاث يميناً وعاث شمالاً والعوث هو شدة الإفساد يفسد في الأرض ومن أسباب خروجه أنه يغضب غضبة شديدة والله أعلم بسبب هذه الغضبة لكن ثبت في صحيحة الإمام مسلم أن من رواية حفصة رضي الله عنها بنت عمر أنها ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغضب غضبة شديدة ثم يخرج بعدها قال إنه خارج خلّ بين الشام والعراق فعاث يميناً وعاث شمالاً ألا يا عباد الله فاذبتوا والنفس السلام قال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه وإن يخرج ولس فيكم فأمرؤ حجيج نفسه وده فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بيعلم الغيب وده فيه رد على كل صوفية الصوفية الذين أخذوا علم الغيب وأعطوه لمشايختهم المزعومين زي ما قال البرعي منهم عليهم بالغيب باطن وظاهر كالضب النبي صلى الله عليه وسلم قال لو طلع الدجال وأنا فيه بكفيكم أنا ما تشيلهم ولو طلع وأنا ما فيه فأمرؤ حجيج نفسه والله خليفته على كل مؤمن إذن ما بيعرف النبي صلى الله عليه وسلم متى يخرج المسيح الدجال لأنه علامة من علامات الساعة الكبرى وبعد مباشرة تقوم الساعة بعد هذه العلامات النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم متى تقوم الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشها ما يعلم الغيب ولافصه في مدلقا معلم الغيب قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سويل الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وما إسراعه في الأرض يا رسول الله سرعته كيف قال كالقيس استدبرته الريح السؤال ده سريع سرعة عجيبة ذاته أنا بربط لقى الموضوع ده مع شوية مع الكرامات المزعومة بتاعت الصوفية شاء تعرف ما أي خوارق بتاعت عادات معنات الزول ده ولي الزول ده سريع بشا الصوفية بقول لك شيخ نذا خطوة في الخرطوم والتانية في برسودان والتالتة جوة في مكة برضو دي ما معنات إنه شيخك ولي لأنه إنت ما أسرع من الدجال ده قال لك الغيث زي المطرة لما انتجي عليها الريح بتكون سريعة جدا كالغيث استدبرته الريح قال قالوا يا رسول الله وما لبثه في الأرض قال يمكث أربعين يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم هذه ولا حدث نحن نؤمن بها لأنه ثبتت عن الصادق المصدور ما زي الترابي الترابي لما لقى الشغلان ما رقب له في راسه ما أقوله يوم كسنة ما بتركب له طبعا لأنه زول في قلبه مرض قال ويقول ليك هو بيقول كذا المقطع موجود في التلفون قالوا وطلعوا لينا بحاجة قال علامات الساعة بيستهزى طبعا علامات الساعة قالوا وقالوا الدجال وما تعرف عينه ممسوحة كيف هو بيقول كذا ممسوحة ودهى الكلام ده قالوا النبي عليه الصلاة والسلام الله يمسحك ويريحنا منك يا ترابي من الدنيا مرة واحدة قل لك ما تعرف عينه ممسوحة ويأجوج ومأجوج قال كذا قال الحديث يقول له كلام فارغ يا أخواني أجوج ومأجوج بل أحاديث قالوا يا ذا القرنين إنه يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فأن نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدى الله قال حتى إذا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينصرون ده ما ما حديث كلام فارغ ده كلام الله كلام الله تبارك وتعالى ينكر التراب ده ما عند أي علاقة مع الدين ما عنده علاقة مع الإسلام مطلاغا ذلك الرجل فالصحابين من فقههم سألوا سؤال مهم جدا أركز شوف السؤال ذا كيف قالوا يا رسول الله الصحابة ما بغالطوا في مسائل زي ذي بالله يوم زي سنة يا رسول الله يحدي ما ابتأجي لكن لما بغالطوا الصحابة ما عندهم كلام زي ذا إنما قولهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ما عندهم غلاط في كلام يقول النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لكن بيسألوا أسئلة مهمة يا رسول الله ذلك اليوم الذي طوله كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم يا سلام شوف السؤال ذا عجيب كيف نصلي كيف في اليوم ذاك يوم طوله سنة الشمس دي تمرك بيجاي ما بتغيب إلا بعد 12 شهر مدة بتاعت 12 شهر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني ما بيصلي صلاة بتاعت يوم واحد طيب باقي اللي يوم أوف يعني ما في صلاة لا 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 قال لا ولكن اقدروا له قدره تقدر له قدره يعني الناس حصل لصبوع والظهر والعصر والمغرب والعشا الشمس لسه تاني تاني يوم الشمس فوق لسه الصبوع الظهر العصر المغرب العشا لسه شمس فوق لما نشمس دي تغيب بينك بعد سنة مدة بتاعت سنة تغيب بينك الناس تصلي وهذا فيه دليل على أهمية الصلاة لأنه شوف في موقف زي ده ها النبي صلى الله عليه وسلم ما أسقط هذه الصلاة ما قال الصلاة خلوها بالرغم من أنه الوضع شديد ودي علامات شديدة جدا لكن قال اقدروا له قدره قال ما من مكان إلا سيدخله الدجل إلا مكة والمدينة وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذه الدجاجلة ما يستطيع أن يدخل مكة ولا المدينة نتحدى محمد المنتصر كدجال ها كدجال صغير ده طبعا كدكوت ساي بالنسبة ليداك يا دول داك أنا بحشوي بوريك حاجات ما بيقدروا عليه جماعتك ديلا محمد المنتصر تقدر الآن تمش مكة والمدينة تشتغل شغلك ده هناك ما بتقدر يا دول الكبير داك ما بيقدر يخشها تخشها هتا داك النبي سعى سلام قال ما بيخش مكة والمدينة ما بخش دجاجلة ما بخش هناك مكة والمدينة ما بيخش لكن تاني بعد تد أي هتا شفت سوق السبع طاجر دي لو بقي اسم سوق السبع طاجر في الزمن داك حيجي بيجاي أي محل شفت حيجي ماررباو والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الناس يفروا من الدجال إلى الجبال شف أي دجال لا بد تفر منه مش دبروا لا بد تفر منه أولا كما جاءت في رواية أن الرجل يظن أنه مؤمن فيأتيه فيفتنه بما معه الواحد يقول الله أنا عامل فيها مؤمن كده النبيش نشوف الزول دا شكله كيف وعامل كيف ونتفهم معاه ياميش يقعد معاه يطلع له ونزل ما ترى ويطلع له من الواطة الكنوز طوال يباريه النبي صلى الله عليه وسلم أمر إنه الناس تفر منه شاكيد أشوف أهل البدع عموما وده واحد منهم في النهاية عرفتها لأنه بيدعي الولوهية عرفتها تفر منه أولا تبش تقعد معاه وما فيها حاجة أقعد أشيل الخير وخلي الشر وين يا أزول لو كده بتنفع أكان النبي صلى الله عليه وسلم قال أقعدوا شيلوا من الدجال الدهب وخلوا باقوا الحاجات كان قال كده تقال على كيف أقول الدين دا على كيفك يجيك أبدقن تأني لأخبط علينا الساحة أقعد أشيل الخير خلي الشر أو أنت صلطة فواكه شيل المنجة خلي التفاح وعلى كيفك يا أزول الشي دا دين ما فيه لعب ما تقعد معاه أبدا أو ما تقعد معاه أبس أزول الممر أن الناس يفروا منه إلى الجبال ما يقابلوا أصلا سمعت تجاه في الصباح تاجر أبقى مارك طوالي مش الكلاكلة جاب هناك فوت أمش أي حتة ثانية دا لو أنت ما معروف يمكن يصهر بكرة ولا بعد بكرة ولا ما كده ما دي حاجات في علم الغيب وربنا قال اقتربت الساعة وانشق القمر شيدا ما بعد هنفت فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه يأتي إلى قوام يجي إلى ناس قال فيقول لهم أتشهدون أني ربكم هذي شغلته يدعي الألوهية ويدعي الربوبية نفس الشغل بتاع الدجاجلة تعينا الليلة ديل ناس الكباشي والصايم ديمة والركيري وغيره أسل القادري لما قال أنا الزاكر المذكور المذكور ذكرا لزاكري أنا الواحد الفرد الكبير بذاتي دا فرقه من المسيح الدجال شنو وبارؤوا ناس كتار زي ما حيباروا المسيح الدجال كتار من أمة النبي سعى السلام حيباروا ناس كتار بعدين وأظنوا حيكونوا صوفية ديل لزازير اللي يمضي ما بارؤوا إلا صوفية والله شوف قال فيأتي إليهم فيؤمنون به يصدقوا والله والله انتا ربنا قال فتروح عليهم سارحتهم السارحة البهايب يعني أصبغها ضروعا وأعظمها سناما وأشدها خواصر شوف ذا كله فتنة من عند الله عز وجل الإبل الأسلمة بتاعتها تكبر والخواصر تتملي الخواصر محل اللحم الكويس تتملي والضروع تتملي لبن شوف الجماعة دل من بصه من بصه شديد اجي لناس تانين مؤمنين وشوف دائما أهل الإيمان ممتحنين يأتيهم فيقولون له أنت المسيح الدجال الكذب الذي أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عنه قال فيتركهم ممحلين ليس في أيديهم شيء يخليهم ما عندهم ولا يجريش في يدهم ده امتحان من عند الله عز وجل قال فيأتي إلى الخربة شوف تعرف الخربة الخرابة باللغة بتاعتنا واتسائل لا فيها زراعة لا بيت ولا أي شيء قال فيأمرها إديها تعليمات قال فتخرج كنوزها تطلع الكنوز بتاعتها فتدبعه كياعاسي بالنحل زي المجموعات بتاعت النحل شوفتها بتمش كيف يجي الدجال ماشي الكنوز دي ماشي وراو الدهب والفضة وغيره وغيره تجي ماشي وراو قال فيأمر السماء فتمطل يأمر السماء تنزي الموية والله ده لو زي راسي والله يسوله طريقة والله يجد ده لو زير يسوله طريقة عديل أوه والله قالوا فيه فكي كبير زيهر اللي يمضي قالوا فيه الشام والعراق وينتظروا لكن بالنوبات والكشعكيش والله ده ما ده بنزل المطر يتقال ده يبتعنك ده ده كالضابي سايز ده ما بنزل مطر ده بنزل مطر وبيطلع ذهب من الواطا وزي ما جاء في رواية المغيرة آه ابن شعبة أنه قال يا رسول الله إن معه جبل من خمس وجبل من لحم ونهر من ماء فقال إنه أهون على الله من ذلك يا مغيرة ده بيجي جبل بتاع الرغيف الرغيف الآن ثلاثة بيجنه والله سوفي لو ليقوا زؤلنا صدقني ما بخله والله العظيم ما يخله يا ذال ده بيجي بجبل جبل بتاع الرغيف وجبل بتاع يا أخي الليلة مهيوبة سعين خليك من جبل مهيوبة مكتغو الشباء نص الشعب السوداني والله العظيم ما بالك بيجبل بتاع الرغيف جبل تتخيل معي جبل بتاع الرغيف تقطع من أي هتة تاكل منها من فوق الجبل عرفتها مجان وجبل بتاع لحمة ما بعرفوا طاني ولا عجالي المهم لحمة بكل لحمة تمام طبعا لما كله امتحان من الله عز وجل بامتحن بيه الناس لكي نشوف اختبر الناس هل حيتبعوا ولا لا والنبي صلى الله عليه وسلم أمر إنه ما نتبعه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن معه نهرا من ماء ونهر من نار قال فأما الذي ترونه ماء فإنه نار تأجج وأما الذي ترونه نار فإنه ماء عذب فإذا رأى أحدكم ذلك فليشرب من الذي نار فإنها ماء عذب شوف الخديعة دي كيف ها نار فإنه ماء ومايته نار والله ذكرتني الجنة بتاعت أحمد التجاني قال من أكل طريقتنا ودخل أكل قال من رأاني ومن الاثنين والخميس دخل الجنة ومن عرف اسمي قال دخل الجنة قلت له والله هذا بتاعت المسيح الدجاني جنة دي ما نار التقشره الجنة حقا دحمد التجاني دي النار داتا النبي الساسي قال لك ما تدقس واحدة قسوق الدجاج لديل دي النار داتا إذا بيجي تجاني دا أقرب مواصلات يوديك جهنم شوف دار تمشي جهنم تجاني يا قرصة بالله قرصة أركب معهم آخر محطة إنت جوه في جهنم رب أبتم روكتان والله العظيم آخر محطة جوه في جهنم ليه لأنه دادين بتعشرك وشرق نهايته في جهنم إنه من يشرق بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما أواه النار وما للظالمين من أنصار وذا فيه دليل إن ما أي خارق من خوارق العادات تدل على أن صاحب الخارقة ولي من أولياء الله الصالحين وإلا لكان المسيح الدجال من أكبر أولياء الله صالحين أصل ولي لو بعرفوا بين الزيال المطر أكان دبكون ولي كبير عرفته ما أي خارق من خوارق العادات لذلك السلف قالوا إذا رأيت الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تقتر به حتى تنظر إلى حاله ما يغشك زي ما جاء في كتاب طبقات والضيف الله قال قال شيخ إجريس ودى الأرباب قال الأولياء عندنا على ثلاث طبقات الأولياء عند صوفية قال سوهم لي ثلاثة قال طبق أصدى وطبق صغرى وطبق كبرى قال أما الطبق الصغرى دي الأولياء صغار يا داب في الروضة عند صوفية ولي في الروضة بسقوبة ترحيل يا داب لسه صغير قال أما الطبق صغرى قال أن يطيروا في الهواء ويمشوا على الماء وينطقوا بالمغيبات دي الأصغر أولياء عند صوفية بيعلموا الغيب عندهم هم عند صوفية ويطيروا في الهواء ويمشوا في الماء وده كله كضب ودجل ولو فعلوا ذلك لكان من أحوال السحر والشياطين الشياطان ما ممكن يشيلك والله يشيلك بس الجاتك دي يطير بيك طوالي يمشي بيك هل ده معناته أنت ولي لا أنت ساهر ساهر دجال قال أما الدرجة الوسطى قال فهي الدرجة الكونية بحيث يقولوا للشيء كن فيكون دي الدرجة الوسطى يعني ده خلاس يترقى خش المدرسة ولي من الروضة خش المدرسة ده قال لك بيقول لها الشيكون يكون طوالي كالضابين وده كفر وشرك بالله تبارك وتعالى والله إبليس إبليس والله ما قال الكلام ده على حسب ما جاء في القرآن والسنة إبليس ما قال أنا أقول لشيء كن فيكون هبدا ما قال الكلام ده السوبيت الفاتو إبليس بينك ذاته فصاروا يعني شيوخ إبليس عرفتها قال يقولوا للشيكون فيكون ودي صفة من صفات الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لكم فيكون الموضوع انتهى قال لما الدرجة الكبرى فهي درجة القطبانية قالوا هذه درجة والذي دفع الله القطبانية طبعا عند الصوفية كما يقول لك ده قطب يقول لك ده خلاص وصل وصل مرحلة تاني بيبقى الشيخ والله واحد عرفتها الشيخ مع الله لا البلول والاتحاد بيبقى الشيخ مع الله واحد كله واحد عرفتها ممكن الشيخ يسوي أي حاجة يسويها الله يقتل يحيي يميت يرزق ده كل عقائد المتصوفة لا علاقة له مع دين النبي عليه الصلاة والسلام ولا بيقدر يواجه أصه مواجهة كده بتاعة الرجال جد جد ما بيقدره بلدي فيها كم صوفي كم صوفي في البلدي لابتين ما بتعرفه نوين ذاته والله لابتين لابتة النازل ما بيواجهه أصلا إطلاقا مواجهة عشان يجي يناغروا ولا يناخشوا ما بيواجه لأنهم عارفين نفس على باطل ولو واجهوا لصارت كمواجهة المسيح الدجال للمسيح عيسى بن مريم تعرف الحص الشروع ده لو بيقدر يواجه ما بتقدر تواجه لما رأى الدجال المسيح ابن مريم النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاب كما يذوب الملح في الماء والله يا عمض المنتصد نليفك تذوب كما يذوب الملح في الماء لكن ما بتقدر عرفته الدجال ما بيقدر يقف قدام الحق فأتركه عيسى فقتله تهى منه عرفته الدجال في النهاية ما عنده حاجة لكن ترى بغش زي ما دعا يسوق معاه سبعين ألف يسوقهم معاه الدجال المسيح الدجال الكبير ونسأل الله عز وجل أن يعصمنا من هذه الفتنة ومن أسباب العصم من هذه الفتنة أولا الإنسان لابد أن يكون عقيدته في الله عز وجل يكون عقيدته في الله عز وجل لابد أن يثبت على الإيمان حتى يثبتك الله عز وجل عند خروج المسيح الدجال إن كنت من الذين يشهدون خروج المسيح الدجال ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ذكر أن من رأاه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وجاءت في رواية انها العشر الايات الاوائل من سورة الكهف بتحفظها. لانه بعدين كان لما فيك ما في فرقة مش تجيب مصحف شان تقرأ. احفظ في راسك عشر ايات خفيفة. سورة الكافي من بدايتها لحد عشر ايات. ان شاء الله تكون لك عصمة من المسيح الدجال. وفوق ذلك بالتوحيد والايمان. لانه النبي السلام قال والله خليفة على كله. على كل مؤمن. وفي رواية على كل مسلم. انا اكتفي بهذا القدر. وقدم الشيخ اوبكر.